وش زاوية تليك على طول السلام خير على حضراتكم جميعا أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بضيفي الأستاذ علاء أحمد عبد الكريم كاسب المرشح لانتخابات مجلس أشيوخ عن دائرة الجيزة أهلا بك عربي أهلا بك فان الحقيقة أنه يعني الأول نحب أن نحن نهني كل أمتنا الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وحضراتكم جميعا بخير قبل ما ندخل في موضوعنا الأساسي وهو انتخابات مجلس الشيوخ ورؤية ضيفي العزيز العام حول هذه الانتخابات والسيناريو الذي يراه أفضل خلال الفترة المقبلة في هذه الانتخابات حد بس أتكلم عن الرجل الذي يعني كان الشغل الشاغل لي وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين الدكتور محمد مشالي أو طبيب الغلابة كما أطلق عليه أو كما لقب الحقيقة أنه هذا الرجل لا يمكن أن يمر مرور الكرام أو موته لا يتم بهذا الشكل لأنه هذا الرجل حقيقة تحول إلى أقونة خير حقيقية وكأنه مثل القوة النعمة لمصر خلال الفترة اللي فاتت دي يعني أسيد رئيس الوزراء نعاه وعندنا أسيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر نعاه حاكم الإمارات نعاه يعني حتى فيه سيط وصل لإنجلترا ووصل للمغرب وفيه أكثر من دولة أشادت بأفعال هذا الرجل الشاهد من القول أنه الخير هو الذي يبقى في النهاية مش الفلوس ومش أي حاجة تانية أي حد فينا بيسعى أنه هو يقدم خير صدقوني بيجده حتى بيجده في حياته بيجده حتى بعد مماته وأولاده هم بيرسوا هذا الخير وبيسعدوا بهذا الصيط الكويس لولدهم فأنت مش بتسيب فلوس لا أنت بتسيب حاجة أهم وأرقى وأشيك وأحسن بكتير من الفلوس فرحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي اللي الـ CNN كانت أفضل من وصفت هذا الرجل وقالت أنه قطعة من السماء عادت إليها قطعة رحمة من السماء عادت إليها يعني الحقيقة هذا الرجل مهما تحدثنا عنه يعني لا نكفيه حق لأنه حقيقي يعني كان كثيرا جدا قريب من الفقراء وأدم ليهم الكثير عبر نحو نصف قرن من الزمان طيلة فترة عمله كطبيب سبب حديثي هذا أنه بما نكلم بقى عن الخير إحنا الحقيقة ضيفي بيساهم في هذا الأمر من الخير يعني في مؤسسة اسمها مؤسسة نماء لتحفيظ القرآن الكريم هذه المؤسسة بدأت قبل سنوات وكان الهدف منها أن هي تحفظ أطفال القرى بمركز الصف القرآن الكريم بدون طبعا أي مقابل وشارك فيها أكثر من حد وضيفي الأستاذ علاء كان أحد المساهمين والمؤسسين الحقيقيين لهذه المؤسسة وطالما الفكرة بتبقى مبنية علنية صادقة الحقيقة بتوصل لكل الناس وبتنتشر والكل بيتفاعل معها وبيستجيب معها وصلت لدرجة أن احنا بدل ما كنا في قرية واحدة بقى الآن موجودة فيه 23 قرية هذه المؤسسة الخيرة السيد علاء أهلا بحضرتك معي أهلا بك فن وآسف سكنت أطلت الحديث في هذه المقدمة الله يخليه الدكتور محمد مشالي احنا كنا نتكلم عن الخير نعم الخير هو القيمة الحقيقية اللي بتبقى للإنسان والبني آدم نعم دي حقيقة وأكيد حضرتك شعرت بهذه القيمة لما دخلتك أحد مؤسسي هذه المؤسسة العظيمة بتقدم خير ودون انتظار أي مقابل حقيقة نعم لكن أكيد فيه رسائل معينة وصلت لك بعد ما شاركت في هذا العمل الطيب نعم أولا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قوامنا بالحق وأنت خير الفاتحين هو المساهمة في عمل الخير ده شيء يعني شيء عظيم وشيء جيد والإنسان دايما بيشوف صمرت فعل الخير في حياته كلها وأنا شفت أني صمرت المساهمة في مؤسسة نماء وتعليم القرآن الكريم لأبناء قريتنا وأبناء القرى المجاورة من قرى مركز الصف وطبعا نتمنى 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 أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم والعمل يمتد لبلدنا ومصرنا الحبيبة كلها لأن فعلا العمل ده أسهم في بلدنا بإيجابيات كتير جدا هتكلم بطبيعته هتكلم باللغة العامية يعني أنا بصراحة ما فيش عندنا دلوقتي أسرة أو بيت في القرية إلا وفيه بنت أو ولد حفظ لكتاب ربنا سبحانه وتعالى والموضوع ده طبعا عمل في البلد خير كبير جدا الطفل بيدخل المدرسة حافظ جزء من القرآن بيعرف يقرأ ويكتب كويس جدا وده الفضل ده إحنا رأينا أسهر في حياتنا في بركة في أولادنا وبركة في أعمالنا وبركة في صحتنا وخيركم من تعلم القرآن وعلمه صحيح بدأت في الفكرة يعني الفكرة دي جدا والله الفكرة أعتقد أن هي بدأت سنة 1995 ولكن بدأت صغيرة في مكان صغير في البلد وأنا مش عايز أتكلم عن الموضوع ده كتير لإني طبعا ده يعني أنا أحد المؤسسين مش أنا كل شيء في الموضوع أنا فرض من المنظومة ولكن الفضل يرجع للناس العظيمة اللي هي متابعة الموضوع في البلد بشدة والناس دي ما بتحبش تذكر اسمها بصراحة لأنه هم ابتغوا بالعمل ده مرضات ربنا سبحانه وتعالى صحيح فأنا ما أقدرش أذكر حد منهم طيب انتخابات مجلس الشيخ بقى نتكلم عن موضوعنا نعم 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 تختلف كثيرا عن انتخابات مجلس النواع أكيد طبعا يمكن نظرا لتساعد دائرة فيبقى عندنا إشكالية في معرفة الناس اللي همها على الأقل خارج دائرتك انتحدك من مركز الصف نعم فإحنا مثلا عندنا أكتر من عشرين مركز في محافظة الجيزة نعم ومحافظة الجيزة هي كلها دائرة واحدة نعم فبيبقى ناس كتير ما عنداش خلفية مثلا عن حضرتك ربما يكون الاسم فقط لكن ما عنداش خلفية عن ألوس علاء عبد الكريم نعم حداك الديني بطاقة تعرفية لشخص علاء عبد الكريم مع حفظ كل القام نعم 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 والله أنا اسمي علاء الدين أحمد عبد الكريم أبو طالب الشهير علاء عبد الكريم كاسم من قرية غمازة الكبرى مركز الصف محافظة الجيزة تعلمت في الأزهر الشريف اتحقت بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر قسم اللغة الألمانية وبعد أن يعني انتهيت من الدراسة الجامعية اشتغلت في الإرشاد السياحي وبعد عامين من العمل في مجال الإرشاد السياحي قررت أن أترك هذا المجال لما وجدته من يعني أنا لقيت أن في سلبيات في العمل مش هتتماشى مع شخصيتي ومع اسلوبي ومع أفكاري وطموحاتي فقررت أن أترك العمل وأسست شركة صغيرة للمقاولات والحمد لله يعني أعتقد أن الشركة إن شاء الله نجحة ومحبش أتكلم أكثر من كده في الجزئية دي لا فيما يخص فيما يخص مش فقط ما تعمل ولكن أكيد مجلس الشيوخ دي احنا دائماً بتسميه مجلس الحكماء نعم وهو مجلس مختلف تماماً عن مجلس النواب نعم نعم مجلس النواب ومجلس تشريع بحث مجلس الأشورى ومجلس استشاري بيأخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تقدم بجانب السياسات العامة للدولة دي هيا فبالتالي يعني أكيد أكيد بيبقى ليه مقاومات مختلفة اللي بنزل الانتخابات مجلس الشيوخ بيبقى ليه مقاومات ومؤهلات مختلفة حتى يستطيعون يكون مؤهل لهذه الغرفة التشريعية المهمة تمام حداك أكيد يعني بجانب عملك في الرشاد السياحي وبجانب دايماً الجماعة بتقول لغاية دايماً أنهم عليهم ناس مثقفين عندهم قدرة على قراءة ما يجول في المجتمعات الأخرى تمام ولكن أكيد حضرتك مثلاً في دورات حصلت عليها حتى أفادتك في عاملها كنت ركزت عليها في مجالات مختلفة هل حضرتك عملت ده فعلياً عشان تطور من ذاتك؟ بالفعل طبعاً لازم أولاً أنا أحب دايماً أني كل سنة يكون عندي حاجة جديدة بتعلمها طبعاً قبل ما أشتغل في مجال الإرشاد السياحي أخذت دورات كاملة في الإرشاد السياحي عشان ألم بمقاومات المرشد السياحي الناجح عشان أكون مرشد السياحي الناجح لازم أخذ دورات وكمان لازم يكون عندي معلومات عن تاريخ البلد نفسه وكل الأثار الموجودة في كل مكان أكون عارف تاريخها وملم بيها بعد ما أخلص دورات الإرشاد السياحي أخذت دورات في الاقتصاد أخذت دورات في القانون أخذت دورات أخذت دورات كثيرة جداً يعني في التنمية البشرية أخذت دورات في الإدارة وأعتقد أن أنا حالياً بقدم لدراسة الماجستير في علم الإدارة في علم الإدارة في علم الإدارة إن شاء الله أفاديتك الدورات دي على مستوى حياتك الشخصية وعلى مستوى شغلك ولا شفت أن هي مجرد دراسة لا 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 طبعاً العلم يرفع بيوتاً لا عمادة لها أكيد أكيد كل حاجة بتتعلمها جديدة بتفيدك في حياتك إن ما فادتكش النهاردة بتفيدك لازم هتستفيد منها ما فيش حاجة الإنسان بيتعلمها وما بيكونش لها مرضود إيجابي عليه لازم هيكون لها مرضود إيجابي عليك أنا ما فيش حاجة تعلمتها إلا وكانت لها مرضود إيجابي علي منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة استفدت منها كتير جداً تمام فعندما الأسف بعض الشباب ربما يعني بيكون عنده خاصة بدون أن أطعي كلام حضرتك دورات علم الإدارة يعني وفن التعامل مع العقليات المختلفة من البشر من العامل البسيط حتى أعلى الدرجات العلمية والمقامات في الدولة أما إدارة من أهم العلوم الحديثة الحقيقة يعني محتاجين أن احنا نستفيد منها ومحتاجين أن كل واحد في كل تخصص محتاج أنه ياخد دورات فيها أكيد طبعاً لأنه حتى أنت معارض أن أنت في شغلك تبقى للتدرج الوظيفة أنه يعني ممكن تبقى مدير في يوم الأيام فبالتالي لازم يكون عندك الآلية التي تتعامل بيها طبعاً حابب أدخل في البداية كده عن مركز الصف اللي حضرتك نشأت فيه وبدأت فيه شايف حضرتك مركز الصف محتاج إيه؟ لا مركز الصف محتاج حاجات كتير جداً مركز الصف طبعاً لما أتكلم عن مركز الصف أبدأ ببلدي بقريتي قرية غمزة الكبرى البنية التحتية فيها تكاد تكون متهلكة يعني وعذراً إن قلت إن ما فيهاش بنية تحتية إحنا البلد من عشرين سنة محتاجة صرف صحي البلد في بيوت فيها بتجيب مية يعني وده أكيد بيعمل أثار سلبية على نفسية وحياة المواطنين وبيأثر على الناس من الناحية الصحية البلد إحنا عندنا الكهرباء كلها اللي هي عبارة عن الأعمدة اللي في الشارع اللي عليها الكابلات الموضوع ده في فصل الشتاء بيبقى عندنا مشاكل كتير جداً في البلد وفيه ناس بتموت من القهرباء لأنها طبعاً كله شغل هوائي فده عامل مشاكل كتير جداً ده من الناحية البنية وأعتقد إن مركز صفه كله أو معظم القرى اللي فيه فيها نفس المشاكل اللي عندنا وأنا مش عايز أتكلم عن مستشفى الصف كمان لأن مستشفى الصف غير مؤهلة لأنها تكون مستشفى لمركز بهذا القدر من المكانة اللي هو مركز الصف مركز الصف مركز كبير جداً ومركز فيه كتلة سكانية ضخمة جداً ومع ذلك المستشفى غير مؤهلة لأي شيء ده فيما يخص الدنيا التحتية وفيما يخص الملف الصحة العديد نعم حتى الوحدات الصحية اللي موجودة في القرى وضعها إيه يعني؟ برضو بنفس التهالي يعني أعتقد إذا كان دي المستشفى الأم إذا كان دي المستشفى الأم المستشفى الكبيرة فما بالك بالوحدات الصغيرة اللي في القرى طيب هنكمل حدثنا مع السعلاء لكن هناخد فصل إن شاء الله بإذن الله وهنرجع مع حضراتكم تاني هنتكلم فيه تفاصيل أخرى خاصة بالإذن شاء الله ودوافع التراشح ولماذا يعني لجأ إلى التراشح فيه الانتخابات مجلس الشيوخ ونكمل مع حضراتكم بس بعد الفصل إن شاء الله الحقيقة مجلس الشيوخ ليه صلاحيات كثيرة جدا هذه الصلاحيات تم إقرارها في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019 احنا نعلم أنه كان مجلس الشيوخ ده اسمه مجلس الشورى ده كان موجود قبل 2014 وفي دستور 2014 ألغي مجلس الشيوخ لكنه عاد بتعديلات دستورية في 2019 بمسمى آخر وهو مسمى مجلس الشيوخ له كذا وظيفة أو كذا صلاحية أو كذا اختصاص المفروض أنه هيتم ده دور اللي هيتعامل خلال إن شاء الله في دور العقاد بعد الانتخابات المقبلة بس عايزين نقول أبرز هذه الاختصاصات عشان بس الناس تبقى عندها أنقولي وعي بأهمية هذا المجلس لأن الناس أيساها بمجلس الشورى اللي فات مجلس الشورى اللي فات كان مجلس هو مجلس فقط يختص بمسألة المشورى في مشروعات القوانين وما كانتش حتى المشورى الزامية بالنسبة للمجلس النواب ولكن كان مجرد استشارة اتعمل بها ماشي ما اتعملش ماشي لكن هذا المجلس له اختصاصات نقولها ابدأ مناقشة اقتراحات تعديل مادة او اكثر فيه من مواد الدستور ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اكرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال اليه من السيد رئيس مجلس الجمهورية او مجلس النواب وايضا مناقشة ما يحلو رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشؤون العربية أو الخارجية والتالي هو بيختص بما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام المجتمعي والمقاومات الأساسية المجتمع وقيمها العليا وغيرها من الأدوار ده بقى بيخلينا نقول أنه لو سمحتوا يا جماعة أن احنا لما نجي نختار لا نختار مش فقط بس عشان موضوع العصبيات والقبليات والكلام ده ولكن نختار لما هو مؤهل لأن يمثلني تمثيل حقيقي في هذا المجلس أستاذ علاء عندنا أزمة في مسألة الوعي وعندنا أزمة في بعض الأحيان عن المشاركة في أو عزوف في المشاركة من بعض الناس في انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى كما كان يمكن هم مش شايفين له أو كانوا بيقولوا لا هو مش مهم أهم حاجة مجلس النواب تمام؟ نعم عايزين نوصل رسالة للناس بضرورة المشاركة عشان نقول يا جماعة احنا فعلا دولة احنا دولة مؤسسات ويجب على الشعب أنه هو يختار من يمثله التمثيل الحقيقي والتمثيل الصحيح رسالتك إيه للناس اللي تعزف عن هذه الانتخابات؟ والله أنا أحب أقول للناس يعني لازم تنزل ولازم تشارك ولازم تقول رأيك بدون توجيه وبدون أي تحيز وشوف مين المرشح اللي عندك اللي هتنتخبه وهيقدر يقدم لك مش يعني الشيء اللي أنت بتحلم بيه أو الشيء اللي بتتمناه هيقدر يقدم لأهله وناسه الخدمات الحقية والخدمات الفعلية اللي بيها ما تبقاش القرى يعني ترضي الأبناءها تكون القرى جذبة لأبناءها لأن الطالب عندنا بيتعلم ويخلص تعليمه الجامعي وبعد كده بيعزف على أنه هو يعيش في القرية هو بيعزف ليه؟ نظرا لعدم وجود الخدمات في القرية فخلاص بيخرج يعيش في أي مدينة من المدن سواء كان حلوان أو المعادي أي أن كان المدينة اللي هو بيشوف أن هي فيها الخدمات اللي بتلبيله طموحه فإحنا ليه ما يكونش عندنا الخدمات دي في القرى عشان تلبه طموحه ويكونوا القرى قرى جذب الأبناءها وكمان نخف الضغط عن المدينة إزاي تكون بقى عنصر جذب؟ إحنا نبدأ نهتم بالخدمات اللي موجودة في المدينة تكون موجودة في القرية بغض النظر دي قرية اسمها غمزة الكبرى ده مركز الصف ده مركز أطفيح لو الخدمات اللي موجودة في مركز الصف وموجودة في مركز أطفيح هي نفس الخدمات اللي موجودة في حلوان هي نفس الخدمات اللي موجودة في أي مدينة من المدن زينا زي أي دولة الخدمات واحدة في كل مدينة وفي كل مكان فكده أنا هيأتل ابني وأخويا أنه هو يقدر يعيش في المكان ويكون المكان ليه يعني مكان جذب لأنه هو يعيش فيه مش مكان طارد بعد ما بيتعلم ويهيأ نفسه لأنه هو يكون نافع للمجتمع يبدأ يخرج لمكان تاني قبل ذلك يتطلب ما هيش بقى مجرد المهم نبدأ أنا عارف لكن أنا بككلف حاجة تانية أنه معظم الطلبة دول لما بيتخرجوا بيبقى مرتبط أحيانا بشغله أو بوظيفته شغال في مكان معين ومعظم المصانع حتى والشركات بتبقى موجودة في بتبقى للأسف في مكان مركزي يعني في المدينة فإحنا ما عندناش لسه برضو ثقافة أنه القرى الجنوبية أو كلام ده ممكن يبقى فيها شركات أو مصار هو اللي بيخرجوا من القرية للمدينة مش موضوع الموضوع مش موضوع العمل الأساس اللي يخرجوا من أنه هو يكمل حياته في القرية عدم وجود الخدمات في القرية هو مثلا في فصل الشتاء لو يوم مطر هيفصل إزاي لبيته يعني ولا وسيلة يعني الوصول من مكان ما هينزل من المواصلة بتاعته لحد بيته بيبقى مش هقول لحضرك صعب ده يعني بسيط يعني ساعة مثلا بالضبط فإنه وسيلة المواصلات بسيطة لكن المشكلة في الخدمات هو لو لا خدمات أكيد مش هيسيب المكان حداك كلمت عن مركز الصف وأنت أقرأ كثيرا أيضا إلى مركز أطفيح نعم والمعظم العائلات اللي موجودة فيه والقرى أكيد وكلهم أهلينا وناسنا وإخواتنا مركز أطفيح كلمني عنه وعن علاقتك بالناس اللي فيه اللهي أنا أهلي في مركز الصف هم نفس أهلي اللي في مركز أطفيح كلهم لنا فيه قارب وأصحاب وعيلتي نفسها في أطفيح وفي مسجد موسى يعني أنا من عيلي كاسب في غمازة هو نفس العيلة موجودة في مسجد موسى هي نفس العيلة موجودة في أطفيح هي نفس العيلة موجودة في منشيد كاسب فهو كاسب في محافظة الجيزة هي كلها عيلة واحدة ولكن هي مقسمة في أكتر من مكان وهي نفس المشاكل اللي أعتقد في مركز أطفيح أو نفس مشاكل مركز الصف هي نفس مشاكل مركز أطفيح أو بالتالي حل المشكلة هنا وبالتالي إنت لازم تتدرج في حل المشكلة زي إحنا ما تدرجنا في نماء لحل مشكلة الأمية يعني الطفل بيدخل المدرسة أنا بس أناس بس في دي مجموعة صور للقاءات حضرتك مع كثير من الأهالي في مركزي الصف تقريباً أطفيح نعم كلمنا عن لقاءات حضرتك مع والله طبعاً خالك معي يعني حدك وجهي كلامك معك والله أنا التقيت بعائلات في مركز الصف وعائلات في مركز أطفيح وكلهم أنا مش جديد عليهم أنا ابنهم وهم عارفيني وعارفين ناسي وعارفين أهلي وعارفين إخواتي إحنا مركز الصف وأطفيح تقريباً كلنا حيلة وحدة مش هقول مركز الصف ومركز أطفيح والناس كلهم يعني قابلونا بترحاب وحب واحترام والناس دي بتتمنى يعني دايماً إن مركز الصف ومركز أطفيح يكون دايماً في الظهار سواء بالناس اللي قابل علاء العظيمة الناس اللي هي قامة وقيمة في المركزين أو بعلاق أو الناس اللي هتيجي بعد علاء فإحنا كلنا في مركز الصف ومركز أطفيح رجل واحد صحيح من ضمن الصور كان في مؤتمر مؤتمر الشباب أو حضرتك نعم التقيت فيه بعدد من الشباب وده معناه إنه حضرتك تؤمن بأهمية الظهر الحيوي اللي بيقوم به الشباب وإنه حقيقي هو الشباب هو عماد المجتمع نعم في أي مجتمع نعم وبالتالي لابد إن احنا لا نتجهله إطلاقاً ويمكن ده الملف اللي كان شغال عليه السيد الرئيس نعم منذ قادم على رأس الحكم صحيح صحيح في هذا الانتخاب نعم كلمنا عن هذا الملف بالنسبة لك والله أنا بالنسبة لي الشباب ده هو أساس المجتمع وما نقدرش نهمل دور الشباب ولا نقصيه لأنه هم الأمل هم المستقبل فأنا بتكلم مع الشباب بقول لهم يا شباب يعني أنتوا لقوا دور عظيم في الدولة وعشان الدور بتاعنا نقدر ناخده لازم نبدأ ننزل ونشارك في الحياة السياسية ونبدأ نتعلم يعني إيه حياة سياسية وتنزل تختار المرشح بتاعك اللي أنت عايزه يمثلك اللي أنت شايفه هيهتم بدورك في المجتمع ووجودك وأن أنت لازم تكون عضو فعال الشباب دي لازم تساهم في المحليات الشباب دي لازم يكون لها دور لأن الشباب دي عاملة زي الفرن بتاع الحديد والصلب اللي هو بيصهر الحديد هي كتلة نار لو وجهناها للطريق الصح هتفيد المجتمع وهتنهض بالمجتمع ولو سبناها هي هتكون برضو وقودة هيكل المجتمع فإحنا لازم نهتم بالشباب وبأفكار الشباب ونقرب من الشباب ونشوفهم بيفكروا بإيه ونبدأ نوجههم نشوف إيه الأفكار الإيجابية اللي عندهم ونطورها وإيه الأفكار السلبية اللي عندهم لأن أكيد برضو عندهم أفكار سلبية بسبب الإحباط والطموح لأن الشباب خلاص يتعود من من السياسات السابقة للدولة أن الشباب ملهمش دور في المجتمع ولكن إحنا الحمد لله ربنا منع علينا ده قبل 2011 آه طبعا 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 قبل 2011 إن ربنا منع علينا بقيادة وسياسة حكيمة جدا بتهتم بدور الشباب وبطرعاه وحطى الشباب دي هي قدامها في كل شيء و يعني أنا شايف إن القيادة السياسية بتدي للشباب دور كبير ودي فرصة كبيرة جدا للشباب إنها تحزو حظو القيادة السياسية المتمثلة طبعا صحيح صحيح في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وأنا من الناس يعني مش عايز أقولك يعني الراجل ده بالنسبة لي يعني سيادة الرئيس هو يعني قام وقيمة حاجة يعني بالنسبة لي شخص عالي المقام صحيح يعني صحيح هو الحقيقة السيادة الرئيس حتى في اهتمامه به ملف الشباب ما كانش مجرد كلمات إحنا بنقولها كده في مؤتمرات عامة لكن إحنا لاحزنا إنه هو في خلال السنوات الماضية داشت عدد كبير جدا من مؤتمرات الشباب في مصر وكان بعد كده مؤتمرات الشباب العالم اللي دعا فيها عدد كبير من دول العالم إحنا بنقول إنه هذا الأمر بالفعل هو السياسة النعمة للمصر أنت بتصدر السياسة المصرية لكل دولة في العالم ممثل الشباب الممثلين لهذه الدول اللي يجوا عندك أكيد بنقلوا الصورة العامة عن أو الانطباع اللي هم أخدوه عن هذه البلد اللي شافوها وشافوا شبابها وشافوا رئيسها وشافوا قيادتها كانت أهمية هذه المؤتمرات أن أنت بتحتك الشباب بيضعوا السياسة العامة أو رؤية عامة وكانوا بيقدموا مقترحاته وكان المسؤول والقيادة السياسية والسيادة الوزراء والسيادة المحافظين كانوا موجودين وكان في كثير من الأمور كان بيتم تنفيذ ما يتم طرحوا في هذه المؤتمرات فده ما كانش كلام وده انعكس عندنا الحقيقة حتى في التغيير الوزاري السابق والتغيير في المحافظين السابق كان عندنا مجموعة من الشباب تم تعيينهم نواب الوزراء ونواب محافظين ومحافظين وعندنا فئة تانية من الشباب داخل مجلس الشيوخ ممثلة في تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين وعندنا الأكاديمية الوطنية للتدريب عندنا الحقيقة ما شاء الله يعني زي ما بنقول انه ده ما كانش كلام لا ده أفعال وأفعال على أرض الواقع بنشوف شباب موجودة في الجهات التنفيذية مش أي كلام لا ده هما موجودين هما اللي بيخططوا ده هما اللي بينفزوا تمام فده كانت رؤية عامة ورؤية مهمة ندخل بقى على نقطة المرأة والنساء نعم نفس الموضوع الاهتمام بالشباب دخل أيضا عندنا الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة أنا لما أقولي الشباب الشباب ده يشمل الجنسين من يعني لا في سيدات يعني مرأة عموما لا تدخل ضمن فأة الشباب ما احنا لا نهمل دور المرأة دور المرأة في المجتمع هو دور كبير ودور عظيم وإحنا شايفين النهاردة أن قيادات سياسية في أماكن ووظائف مرموقة في البلد تقودها المرأة فحر إذا ندور المرأة في المجتمع لم يهمله أحد والقيادة السياسية تهتم بيه وده حافظ لإخواتنا وبناتنا وأمهاتنا أنهم يحاولوا يبسوا الإيجابية في بناتهم أنهم يجتهدوا في المذاكرة وتحصيل العلم والمجال مفتوح وقياداتنا الحكيمة فتح المجال أمام الكل ما فيش فرق بين بنته وولد اللي هيجتهد هيوصل للمكان اللي هو عايزه وأنا شايف أن وضع البلد وضع قوة جدا وسيب الباب مفتوح لكل الطاقات اللي هتقدر تخدم البلد وعندهم حب للبلد وحب للوطن محدش هيقص حد ومحدش هيقف قدام حد والمجال مفتوح لكل الشباب أنهم يشتغلوا ويعملوا ويا رب الشباب يفهموا أن الاتجاه العام للبلد عايزهم عايزهم يشاركوا في كل حاجة صحيح صحيح طيب أنا بقى سألتك في حاجات كتير لكن ما سألتكش إيه الدافع لخوضك غمار منافسة الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ نعم إيه اللي دفعك أنت تدخل هذا الطريق ودي أول أظن أول تجربة لحضرتك في الحياة السياسية الفعلية نعم هو الدافع الأول حب للقيادة السياسية في البلد أنا شايفنا القيادة السياسية في البلد غير 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 القيادات السابقة أنا شايفنا القيادة السياسية عايزة ناس تشتغل عايزة ناس تقدم للبلد وفتح المجال أمام الكل وحتى هم لما فتحوا الترشيح الموضوع كان ماشي بحيادية جدا وكان كل شيء ماشي بالقانون لم يتم إقصاء أحد فأنا شايف أنه في عدالة في الاختيارات في عدالة بين كل الطبقات في المجتمع فأنا أحب أساهم مع القيادة اللي هي دايما عايزة كل الناس تشارك وعايزة كل الناس تساهم وخاصة جيل الشباب وأنا مش هقول أن أنا من جيل الشباب ولكن يعني مش بعيد أو عن جيل الشباب فمن هنا أنا حبيت أشارك في الحياة السياسية لخدمة بلدنا وخدمة وطننا الحبيب وأنا من الناس المصر عندي حاجة مهمة جدا مصر عندي قامة وقيمة وبحبها جدا وعايز أساهم في الحياة السياسية الموجودة اللي هي رقم واحد عندها النهوض بالبلد رقم واحد عندها النهوض بمصر إن مصر تبقى أم الدنيا وأد الدنيا فأنا لما تبقى دي القيادة بتاعتي لما تبقى دي هي عظماء البلد حاجة تشرف فأنا عايز أشتغل مع الناس دي لأن الناس دي ناس تشرف الناس دي ناس حطة البلد رقم واحد قدامها بلدنا بقى الدولة قوية جدا في الوطن العربي بقى الدولة قوية جدا بالنسبة للعالم كله ففي الوقت ده ده شيء جميل إن إحنا نشارك في بناء بلدنا صحيح وده الحقيقة يعني نقول إنها كلامك يبدو عليه الصدق الحقيقة يعني فيه الكلام لأنه للأسف بعض الناس بتاخد انطباع إنه بعض السياسيين اللي داخلين في الانتخابات دول عايزين مصلحة مش كلهم والله حقيقي مش كلهم مش كل الناس اللي بتحاول إنها تتكسب أو تتربح من عام العام هو حابب يشارك فيه فيه ناس نواها صدقة وصدقوني ده السبب اللي حم نتكلم فيه إن انت انزل وشارك وانتخب اللي انت شايفه الدولة مش بتتكلم عن حدو مش بتقف مع حد بتقول لكم اختاروا انتو اختاروا اللي يمثلكم وأي كلام تاني صدقوني اللي انتو هتختاروه هو اللي هيجي المشاركة الإيجابية هي التي تمنع الفساد الفساد يتمثل في إنه كل واحد يعزف ويقعد في بيته يبقى أنا شاركت في عمل فساد حقيقي بيننا جد حد لا يستحقه إنه هو يقعد في هذا المجال ويمثلني ويمثل البلد زي منوس علاء بيقول هي هي مسألة مشاركة نحن عايزين نبني البلد بجد هنبنيها ازاي لازم بيبقى فيه ناس مخلصة قاعدة وهي الناس دي بقى عندها نواية صادقة انها بتعمل للبلد بجد مش بتعمل ليه حياتها الشخصية ومصالحها الخاصة بيهم هم تمام فاحنا حبيل الحقيقة ان احنا نشارك السيد علاء الدولة الفترة اللي فاتت دي عانت كثيرا من الشائعات نعم كثيرا رغم انها كانت تعمل في كثير من المشروعات القومية تمام وحضرتك اظن شاركت في هذه المشروعات الحمد من خلال مؤسستك الخاصة بي المقاولات نعم شفت اكيد حجم الانجاز اللي بتبني قدام عينيك حجم ضخم جدا حجم ضخم جدا يعني حجم محتاج اقول لك ايه مثلا حجم الاعمار والانجاز اللي تم في ارض الواقع في بلدنا الحبيبة ومصرنا محتاج 40 سنة لو القيادة السياسية غير القيادة السياسية اللي موجودة حاليا دي حقيقة الشغل الليل وانهار في في تفاني في الشغل اه في تفاني في اخلاص في حب لان انت شايف ان القيادة العليا للبلد هي شغالة بنفس الطريقة فمش هيقدر يشتغل وراها ويبزل مجهود رهيب وضخم الا حد بيحب البلد وحد وطني وحد عايز البلد تطلع بصورة مشرفة فدي حقيقة هما بيبزلوا مجهود جبار جدا وانا شايف اني وده الحقيقة بنعاكس حتى على اداء الاقتصاد المصري اكيد طبعا يعني حتى وزير المالية مبارح كان بيتكلم على انه حجم النمو اللي حققته مصر خلال 2020 لم يتحقق على مستوى العالم وانه هذا النمو نمو ايجابي ومتسارع وعشان بس الناس في بعض الناس بيتربطنا بين مسألة اه وانتا عمانين تقولوا الاقتصاد بتاعنا كويس وحجم النمو مش عارفية طب معنا حالتنا مش اكده المسألة دايما يا جماعة في المعادلة اللي احنا بنتكلم فيها دايما انه انا كان اسهل حاجة على القادة السياسية ان يجيب فلوس تلماء في جيوب الناس تمام وكان وده اللي احنا عانينا منه في الفترات السابقة انه كل شيء عندنا لأسف ما كانش بحساب اهم حاجة اللي الناس عايزة اعزة كذا اه بس لازم في دولة وفي اه في اقتصاد لازم يتبنوا وفي دولة لازم تتعاملوا وفي بنية تحتية لازم يتم احلالها وتجديدها من اول وجديد وده حاجات كلها بتتكلم في ارقام وفي ارقام ضخمة جدا النهاردة سيادة الرئيس المتكلم عن انه الاستثمار في المياه هيدخل في حوالي تريليون جنيه بنتكلم في ارقام حقيقية ما هياش مجرد يعني فلوس كده بتترمي في الارض لا احنا بنتكلم عن مشروعات موجودة على ارض الواقع العالم كان بيحتفل اول انبارح باليوم العالمي للفيروسات الكابدية كان في اشهادات من مؤسسات عالمية معنية بهذا الامر ومنها منظمة الصحة العالمية بدور مصر حقيقي في القضاء على فيروس سي وانها علجت اربعة مليون مواطن في خلال السنوات الماضية بعد ما كان عندنا حوالي احنا كان عندنا حوالي خمسة وخمسة من عشرة مليون مصاب بفيروس سي الحقيقة ده كان انجاز حقيقي اسعالها اكيد طبعا مبادرة ميت مليون صحة حجم الانجاز فيها لم يكن متخيل الناس كتير اولا ما كان بيجي لها قبل كده فيروس سي كان بنحطه ضمن عداد الموتى فلما اجي انا كدولة تضع نظام ورشيدة علاج الحقيقية وتتكفل بالامر ده لملايين المصابين فاحنا بنتكلم عن انجاز حقيقي في هذا الامر التحديد رأيك كيف الموضوع الخاص بـ 100 مليون صحة تحديد لا اقول لي رأيك كيف كل اللي بيتم في خلال من اول 2014 لا اخونا فعلا اللي بيتمها مجهود طبعا جبار ومجهود خرافي وانا شايف ان الوضع بقى افضل بكتير جدا سواء في قطاع الصحة في كل القطاعات يعني انا مقدرش احدد قطاع لانه القطاعات كلها ماشية يعني بطريقة متساوية مفيش liberal سابق قطاع كل القطاعات ماشية بطريقة متساوية وبسرعة جدا بس الناس ما عندهاش صبر ما هي بقى دى مشكلة احنا يعني وانا لو قعدت حطيت الناس في دماغي والناس ما عندهاش صبر انا مش هشتغل انا لازم اشتغل وحاول اهد الناس وأسيب الناس الناس لازم هتتكلم الناس هي طبيعتها كده الناس هي طول عمرها متعودة ان احنا بندعم والدعم والدعم انقضى ما هو ما زال الدعم شغال والناس والناس بتاكل كويس جدا انا شايف ان الناس عايشة ولكن الناس بدل هي الناس عايزة ايه الناس عايزة اللي بنصرفه في تطوير البلد يعني نحطه في الدعم وتفضل بلد ضعيفة والناس اكلت وشربت هو ده هي كده هنبنى مصر كده هنبنى البلد ولا لازم احنا ننهض بالبلد في كل المجالات والبلد لما تبقى قوية اعتقد ان الناس هتكون حالها افضل في السنين اللي جاية وده شيء متوقع واحنا كنا بنقول للناس كده من خمس سنين كنا بنقول لهم لما الدولار وصل لتمنتاشر كنا بنقول لهم على فكرة هينزل يعني انا من الناس وكان الناس بتهاجمني لا كان لازم الحلفاء دي توقف يعني كان لها اصدقاء مثلا في مصر وبرة مصر وكنت وهاجم بشدة والناس كان بتتهمي الواحد بحاجات ولكن الواحد ما كانش بيزعج كنت بقول لهم مفيش اسرع من الايام ان شاء الله قبل 2022 هتشوفوا مصر دي بلد مش هقول هي لكن في مصف الدول المتقدمة في كل حاجة دولة قوية دولة قوية بتعمل لها احساب طلالة بوغزالة لا احنا عايزين نحط كل 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 اقتصاد البلد في الدعم والاكل والشرب بس وانسيب البلد طلالة بوغزالة كان بيتكلم عن انه الاقتصاد المصري كان هيكون من ضم افضل افضل ست اقتصادات في العالم طب طب خلال 20-30 ده معناه ان مصر شغالة وده مستثمر بالمناسبة احنا مش بتتكلم لا لا دول بتجمل بعضي عرفوا عرفوا رجل بتاع الجردن اه بتكلم في كده بتكلم انه ده مستثمر اكيد ليه رؤية اكيد وشايف معدل النمو المتسابقة بالنسبة رجل بتاع ادارة رجل فاهم يعني ادارة واقتصاد صحي الرجل ده دارس ادارة واقتصاد كويس جدا وراجل دماغه كويس جدا فلما الراجل يشيد بدور مصر ويقول ان مصر اه قبل سنة 2030 هتكون من الدول من الدول مش هقول الدولة رقم واحد ولكن من الدول رقم واحد في العالم فاكيد هو شايف كده بناء على دراسة مش بناء على كلام وانا بضم صوته لصوته وشايف ان الكلام ده حقيقة وده بفضل الرؤية البعيدة للقيادة السياسية في البلد ده حقيقة والتخطيط الجيد وبعدين طبعا وبعدين ما هو ما انا لازم اتهاجم من من اخواتي وولادي الصغيرين لحد ما هم هم نفسهم والناس خلاص والله الناس بدأت تقول لا احنا شايفين يعني حاجات كويسة في ارض الواقع شايفين بلد بوتكبر شايفين دولة ادرة تحافظ على مقدراتها صحيح وده شيء مهم جدا صحيح طيب انا معايا دقيق قليلة قوي نعم عايز احدك سؤالين هما يعني رسالتين مجلس الشيوخ مشكلته بالنسبة لك كمرشح وكل المرشحين هي ان الدايرة واسعة قوي نعم محافظة الجيزة كبيرة اه طبعا محافظة كبيرة فيها من تقريبا حوالي 6 مليون صوت صحيح اه الرسالة اللي انت حابب توصلها لـ 6 مليون صوت وتوجهها لهم من بارك والله انا اقول الاهلي والناس في محافظة الجيزة انزل وشارك في الحياة السياسية وما تقولش انا هو انا هعمل ايه او انا هقدم ايه لا انت صوتك هيقدم كتير صوتك صوتك هيجيب اللي انت عايزه مش 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 اي حد لكن انت لما تسيبها كده فده شيء مش كويس انت لازم تنزل ولازم تساهم ولازم تشارك ولازم انت تشوف مين اللي هتختاره اقرأ السيفي بتاعه اسأل عليه اعرفه النهاردة وسائل معلش الانترنت ما تسابش وكل واحد وسائل تواصلت معه كلها كل واحد منزل السيفي بتاعه اسأل مين هو علاء عبد الكريم كاسب مين هو فلان مين هو اسأل وشوف انت اللي هتنتخب ده لانا صوتك امانة انتخب اللي انت شايفه يستحق انتخب اللي انت شايفه قد الامانة فانت لازم تنزل وتشارك لان ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم يعني امرنا ان احنا نشارك صحيح وانا بضم صوتي لصوت حضرتك انا سعدت بالقاء حضرتك معي النهاردة لأستاذ علاء احمد عبد الكريم كاسب المرشح لي انتخبات مجلس الشيخ ان شاء الله عن دارة الجزاء وان شاء الله نبارك لك قريب بإذن الله يعني وانا سعدت بهذا الله يكريم الله يخلي بضم صوتنا لصوته فيما يخص هذه الجزئية تحديدا انزل وشارك قول رأيك ما تخافش من حد ما تقلاش من اي حاجة صدقوني انتو اللي بتحطوا المكان الشخص المناسب في المكان المناسب واحنا هنلتقي بعدد كبير من المرشحين خلال الفتر اللي جاء ان شاء الله واتفرج وشوفوا الناس بتقول ايه واللي مش عاجبك كلامه وانتقد واقول لا انا بالنسبة لي انت مش مناسب شايف واحد انه عنده رؤية عامة ومناسب لا اختاره وانزل وحشد وكلم الناس لكن مسألة ان احنا نسيب الامور كده يعني مفتوحة لاي حد بالشكل ده احنا الحقيقة هذا الامر مرفوض انا بشكر حضراتكم مرة اخيرة وكل سنوح حضراتكم طيبين بمناسبة عيد الاضحى وان شاء الله لقاء خاص قريب نلتقي فيه بعد عيد الاضحى ان شاء الله